هقول لحراج حاجة تعال نتفق على حاجة كلنا النهاردة حضرتك وأنا والسادة المشاهدين وكل الناس زعرين من الأداء ما دي الحاجات اللي ما ينفعش حتى يعني أقولك مثلا إيه الأداء النهاردة كان حلو والناس مش واخدة بلا أن الأداء كان حلو دي حدي كورة كلنا شايفين الأداء مش حاجة بس عايزة روح في حتة يبقى فيها شوية تفاقل يبقى فيها حاجة إيجابية دلوقتي كابتن جاءب جالب مع مجموعة عمد اللعبين اتفقنا على الكوالتي ولا ما اتفقناش هي المجموعة الحلقة اللي مفهول نشتغل بيها يتعامل إزاي كابتن لعاب جاليل فتر الجاية اختيارات لللعبين تبقى عاملة إزاي إنت لو في مكانه يا ماسك جابه دل البكرة كابتن طريق السيد أقولوا أنت مدارب منتخم مصر وإنت معاك نفس الكوالتي هتبقى عايز تنجح مش هتقول أنا معاك الكوالتي مش عاجبني فمش هنجح يعمل إيه بقى لا هو مهم بص أقولك على حاجة لما كنا شغالين مع كابتن حسن شحاتة كان في عدد من اللعيبة كبير جدا موجود وأسماء كلها محلية باستثناء واحد زي زيدان كأحمد حسن المجموعة اللي هي كانت محترفة كعب ظاهر شوية يعني المجموعة اللي هي كانت محترفة برضو كانوا محترفين في حتة مش كبيرة قوي يعني باستثناء أحمد حسن شوية من بشكتاشت لاندرلاخت حاجات محترمة يعني إنما بقيت اللعيبة كانت محترفة عندها زيدان في الدورتومنت شوية برضو إنما بقيت الناس مش في حتة جامدة جدا زي ما أنت قلت الوقت يعني في عدد لعيبة عدد كبير من اللعيبة بتاعتنا باستناء محمد صلاح مش في أندية جامدة مش في حتة جامدة عشان دي نقطة مهمة بس في فكرة المحترفين استناء محمد صلاح لازم اللعيبة بقى عنده هو يعني معقولة جماعة احنا مش قادرين مش عارفين كلعيبة مصرية تعمل شغل تكتك أو الباص بينك وبينزميلك مش عارف طلع الباص وبينزميلك وده على طول واخد الكرة الورا وبترجع الورا مش عارف تعمل تشتغل بالكرة القدام دي مشكلتنا مشكلة عقلية انت خايف أصلا تلعب خايف ليه خايف من مين خايف من غنيا أم لا تعمل في الجزائر ولا تعمل في سنغال ولا تعمل مغرب ولا تعمل غانا هتعمل في الكلام ده كله وكوالة عالي جدا 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 ولعيبة بتلعب أحسن عندها في أوروبا لا أما انت لازم انت انت يبقى عندك ثقة في نفسك انت اللي تطلع المدرب بيشتغل معاك بيحاول يحفزك طريقة لعبه بيحاول يديك حلول في الملعب ان انت تعملها هل انت بتنفذها ولا لا مشاهديك أساسيات الكورة الله ينور عليه ودي نقطة مهمة جدا أنا هعلم لسه العيب منتخب مصر الباص معقولة يعني هل ده منطق لا أنا بديك المفاتيح اللي تشتغل بها أو الجمل اللي تشتغل بها اللي تبتدي تعمل بها عجمات وتبتدي تشتغل في الشق الهجومي وزي بتهاجم وزي بتدفع إنما الباعة لك انت الباص ده بينك وبنزميلك معقولة يعني أنا مش مصدق ان في العيبة دلوقت تتلعب منتخب مصر على طول وعدة كورة الورا وبتلعب الورا ما بتلعبش لقدام ما بتنقلش الهجمة ما بتبصيش مع الباص بيطلع غلط دي مشكلة كبيرة جدا جدا في الكوالات اللي موجودة دلوقتي أو في الأسماء اللي موجودة دلوقتي إن هم خايفين يلعبوا أنا حزين إنما بقول لكابتن إهاب لا اشتغل واكتهد وإن شاء الله بإذن الله بس أتمنى أنه يرجع على تريط لعبه برضه يعني أتمنى أن الكابتن إهاب أتمنى أنه يرجع عليك أه يعني يعني أنت عندك كوالاتي لعيبة في الحتة دي يعملوها كويس يعني عندك محمد إبراهيم عندك أفشة عندك أكتر من اسم يقدر يطبق لك دي بشكل كويس اللعيب اللي يقدر يمسك الكورة ويشتق وشغل الفرق الله ينور عليك بس دي النقطة بقى عايزة تكلم محرك فيها برضو هي نقطة فنية مهمة وكان وقت كالوس كيروش وكان وقت كوبل وحتى الكابتن حسان البادري ودلوقتي الكابتن إهاب جلال وهي فكرة أنه الناس أحيانا بتبقى طمعانا طول الوقت في الهجوم وبتنسى أنه إحنا ممكن يبقى عندنا مشاكل دفاعية لو هاجمنا بطريقة تفرحهم يعني يقولك إيه ما تلعب باتنين مهاجمين ما تلعب بصنق علعاب طول الوقت ما تلعب بجناح يعني تلعب بستة مهاجمين أنت خايف ليه وقال ليه أنت منتخب مصر بس هو في الأصل أصلا يعني تلعب بصيت على أنديتنا عندنا مشاكل دفاعية أنديتنا كبيرة أهلي وزي ما إليها هتلاقي عندهم مشاكل دفاعية بالجمرة وبمنتخب مصر كما عندهم مشاكل بالجمرة هقولك على حاجة هو مش هو مش كل اللعيف في الملعب ليه واجبات هجومية ودفاعية طبع ما تتطبق يعني هو هو لو أفشى لعب عشرة أو محمد إبراهيم لعب عشرة اللي هو في طريقة 4-2-3-1 وابتدى يعمل الشق الدفاعي زي ما بيعمل الشق الهجومي فيها مشكلة لا طبعا ما فيهاش أي مشكلة صح هي المشكلة التطبيق أنت إزاي تطبق طريقة فك أو طريقة لعب المدرب اللي عايزوا منك اللعب يقع ملتزم بالطريقة الله ينور عليك زائد أن أنت بتخسر الكرة في مكان عندك مشكلة أن أنت تضغط في نفس المكان عشرة تجيب الكرة في نفس الحتة كل ده كل ده شغل تاكتك وشغل فني بتاع مدير فني بيتكلم فيه مع اللعب المهم أن اللعب يطبق ومفروض أنه هو اللعب منتخة مصر أنكم بيعرف يطبق دي من غير ما تتقلق كمان تقلب بكرة أنت النهاردة فرقة غنية كانت بتقطع منها الكرة في حتة بتعمل عليك بريشار ضغط علي في حتة معانا تقطع منك الكرة في نفس المكان طب إيه المانع أنت تعمل ده وعندك أنت تعتبر جاهز بدنياً بنسبة ما في المياه عندك جاهزية عندك ما عندكش مشكلة لعيدتك كلها المفروض يعني عندها الشق الدفاعي كويس وجاهزين بدنياً يعني ما عندكش مشكلة أن أنت تعمل دي بس إحنا أقول ردي ما بنعملهوش يعني يعني أنت أول ما بتتعاملنا الكرة بتسيب الخصم وبترجع في نصف ملعبك يبتدي الخصم يبني براحته يشتغل براحته ويعمل عنك وقف وقلأ أنا فيه كرة النهاردة أعطاك في ديئة 75 الكرة زي ما أحراك بتقول بالزبط الوصف اللي أنت وصفته تخطفت مننا في نص الملعب كل عيبة سابوا اللعب اللي معاك الكرة وكلهم رجعوا الورا كل واحد راح في مكانه اللي هو هلتزم بمكاني وما ليش دعوا بالكرة فالريد اللي عيب بيستلب براحته بيلف براحته ويبني براحته ويعمل اللي هو عايزه طب أنا لو أنا ده أغطى عليك في الحتة اللي أنت تقطعت منك الكرة طبيعي جداً أن أنا هغلطك مش هخليك تلعب براحتك مش هخليك تطلع الباس براحتك فهتغلق ممكن أقطع منك في حتة بعيدة عن الجن بتاعي أنا ممكن ما وصلكش أصلاً للجن بتاعي لمدة كبيرة بس أعمل الواجبات اللي مطلوبة مني بشكل مشاستم أول ما الكرة تقطع مني أضغط في المكان اللي أنا ونضغط جماعي برضو معي دي برضو من ضمن المشاكل اللي موجودة النهاردة النهاردة اللي بيضغط بيضغط واحد لو أحده والباقي كله بيرجع وراء فالواحد ده هوب بتتضرب بالباس أو بالخصم يعني بيعمل باس 2-3 اللعيب بيأخد سبرنتين شكراً بيوقف وبعد كده بيرجع تاني يدفع من أول وجديد لأ الحاجات دي محتاجة محتاجة شغل كتير من الكابتن إيهاب محتاجة كلام كتير محتاجة للعيبة لازم تبقى أثقف نفسها شوية أكتر من كده إن نقدر نعمل الضغط الهجومي أول ما كرت تطع السؤال بقى كابتن إعاب جلالي إزاي يشتغل في الفترة الضيئة دي يعني كل مع أسكر يبقى ليل وأنا وإنت وإنت راجل مدرب كبير عارف إن كابتن إعاب جلال عنده أسلوبه وتحفيزه ليه طريقة لعبه وكل اللي على الأرض والبونى والكلام الجميل اللي إحنا شفنا من الكابتن إعاب جلال على كل الفرق اللي دربها يقدر إزاي يتعامل كده مع اللعيبة أو يحفظه بإمتى وإزاي إنت قدامك قد إيه في الفترة اللي جاية دي مع أسكر منتخب مصر اللي إحنا شغالين في ده تتكلم في حوالي أسبوعين أسبوعين في الأسبوعين ده لازم الكابتن إعاب لازم الكابتن إعاب أنت مش محتاج تعمل شغل بدن كتير قريد اللعيبة وصل على الحالة بدنية هتحافظ بس وبقية الشغل كله شغل تاكتك بتاعك اللي إنت بتحفظه اللعيبة طريقة لعبك اللي إنت عايزها الضغط الهجومي إزاي الضغط الدفاع إزاي التحولات الهجومية إزاي التحولات الدفاعية إزاي كل الحاجات دي لازم الكابتن إعاب في الفترة دي يشتغل عليها مع لعيبة منتخب مصر اللي منه يوصل اللعيبة دي للحالة الفنية اللي هو عايزها ولازم اللعيبة دي تحفظ لازم يعمله الكلام ده لإني قريدي أنا مستغرب جدا إن عندناك نوعية لعيبة بتلعب عندها كبيرة جدا وبالعبوا أفريقيا وبالعبوا وبالعبوا وفي الآخر ما يبعاش عندك الثقافة التاكتكية إزاي إزاي ما تضغطش في نفس المكان إزاي ما تشتغلش إن إنت لأ كابتن إعاب عنده وإنت قلت حاجة في منتهى الأهمية قلتها في نص كلامك بس حاوة قرارها تاني إحنا قبونا اللعب أو الخروج بالكرة من المنطقة الدفاعية عندنا من المنطقة الجميلية عندنا فيها أزمة ومشكلة كبيرة جدا مع المنطقة المصر مع المنطقة الكبيرة بكلمك على أهلي وزمالك وبرين نادي في مصر إنك تاخد الكرة في نص الملعب بتوقت ترجعها الوارة أنت مش عايف تعمل بها إيه دي أزمة كابتن طول الحقيقة مع هو عشان ما فيش دي أزمة جديرة أي مدير فني في الفترة اللي فاتت تشتغل في 4-3-3 4-3-3 ما فيش لعيب محواري بيقدر يستلم تحت ضغطه وضهره وضهره للخصم لأ كل لعباتنا اللي موجودين في نص الملعب بيستلموا بوشوه فهو عايز يستلم بوشوه عشان يلف مشكلة فإزاي هو بيضطر إن هو يستلم ويسلم للوارة ويسلم للوارة تاني يا أسهل اللي فوش بالنسباله ليه؟ لأن ما فيش اللعيب العشرة أو لعيب واحد يبقى عندنا لعيب متعود قريد إن هو يستلم بيظهر ويلف مش موجودة عندنا يعني لا السلاب يعملها ولا يمكن إمام شوية شوية بس برضو واجباته الدفاعية كتير جدا مش هينفع يشتغل عشرة أنت ممكن ممكن توظف واحد زي إمام ده يشتغل عشرة عشرة ومنه يبقى تفندر ثالث لو أنت عايز تأمن نص ملعبك بس أنت قريدي عندك محمد إبراهيم أو عندك أفشة يقدروا يعملوا الحتة الدفاعية كويس